يستمر زميل سالم الحبسي معلقا على الشوط القادم شكرا لزميل مطلق بن علي العنزي على التواصل مشاهدين العزاء متابعين الكرام سعد الله صباحكم بكل خير ننطلق هنا في هذا المهرجان الكبير هنا نسير في ايضا مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى انطلقة سن اللقاية الخاصة بهجن اصحاب السمو الشيخ هنا ثالث اشواطي هذا اليوم في فترة الصباحية والجائزة نيسان باترولشتيشن للفائزة بالمركز الاول الشوط الثالث الذي يحمل في طياته الابكار اللقاية والخمسة كيلو مترات هي المسافة المقررة مباشرة اسير الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول اجد المدينة من هجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان في عملية التضمير المفدع من يقود هذا الاسم بينما المركز الثاني الوصول من المركز الثاني وصلت ايضا مشهورة من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية وصل في هذه اللحظات بينما المركز الثالث تاتي هجن الشحانية هنا مع ايضا مشاهدين العزاء بقيادة سالم بفاران المري يتواجد هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام مع هذا الاسم وهي العكلة تاتي في المركز الثالث نقلتنا مباشرة الى المركز الرابع شعار ايضا الحذرة ياتي هنا بشعار هجن الشحانية يتواجد العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيب يقدم ملازيم ملازيم تاتي على المركز الرابع ما زالت ملازمة ايضا هنا في هذا الشوت حتى الكيلو الاخير وهناك بدأت تكون انطلاقتها بالفوز والانتصار غارام ايضا من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيب يقدمها في المركز الخامس خماسية ايضا هنا بهجن الشحانية تاتي مع المقدمة وصدار مشاهدين العزاء متابعي قناة ريان الفضاء العودة الى المدينة العودة الى المدينة ايضا ياتي المبدع بابداعاته الرائعة والجميلة كما قدم الابداعات الكبيرة في سن الحقائق هنا حمد بن علي بن حلفان يقدم المدينة من هجن الشحانية تاتي على المركز الاول بينما هنا اللي في المركز الثاني تاتي مشاهدين العزاء متابعينا الكرام على ثاني المراكز العقلة تاتي هنا بشعار هجن الشحانية سالم بفاران ايضا الذهب يقدم هذه الانطلاق ولكن الدخول على المركز الثالث وصلت ملازيم تاتي بشعار هجن الشحانية هنا ياتي العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يا السلام الدخول هنا من العزاء من هجن الشحانية سالم بفاران يتواجد المري ايضا الذهب يقدم هذه الانطلاق بينما انتقل مباشرة الى المركز الخامس هنا مشاهدين العزاء متابعينا الكرام اللي وصلت الابرقة في هذه اللحظات من هجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ياتي ويقدم هذه الاسماء تألق في الشوطين الماضيين ياتي هنا مشاهدين العزاء ليقدم ملازيم التي بدأت تغير الى الصدارة الى المركز الاول سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقود ايضا هنا ملازيم من هجن الشحانية على الصدارة على المركز الاول بينما هنا القادم العزاء من هجن الشحانية ياتي الدهبي بدأ يغير وياخذ بساطة المركز الاول هنا من هجن الشحانية بقيادة سالم بفاران المري ولكن الابرقة وصلت الابرقة في هذه اللحظات هنا غيرت الى ثاني المراكز بهذا الاداء الجميل والانطلاق الكبير مشاهدين العزاء متابعين الكرام بدأت تسير في المركز الثاني الابرقة من هجن الشحانية يتواجد هناك ايضا العملاق سلطان بن حمد بن سالم الوهيبي انتقل مباشرة الى المركز الثالث اللي اجد في ثالث المراكز العقلة تاتي في ثالث المراكز من هجن الشحانية سالم بن فاران المري يقدم هذا الاسم ينطلق مع هذا الاسم ولكن الاسم القادم وصلت ايضا في هذه اللحظات الشامخة لايضا هنا سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن جاسم من في صلال هاني وصلت ايضا بشعار ايضا شعار الغرفاوي بالفعل سالم بن عامر المدهوشي مدهش المضمرين ينطلق ويدخل هنا في زمام المبادرة الخماسية ولكن القادمة هنا في هذه اللحظات مشاهدين العساء متابعين الكرام وصلت الحذرة وصلت الحذرة ليسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوب سعيد بن راشد بن غدير وصل المحنف بدا يتدخل في اجواي الخمس المراكز الاولى العودة الى الصدارة العودة الى الابرقة الابرقة على المركز الاول ياتي هنا مشاهدين العساء يقدم الابرقة لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهي بي الله 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 ثلاثية ورباعية تتقدم للمنافسة القوية في هذا الشوق انسالتوني عن الموقع بدأنا نقترب من كيلو الحسم الحذرة بدأت تغير الحذرة بدأت تغير ضيفتنا العسيزة القادمة من دولة الامارات العربية المتحدة وصلنا هذا الكيلو وصلنا بهذا الكيلو بدأت السرعة هنا لابرقة على الصدارة لابرقة على المركز الاول الله 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 من هجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم يوهي بي وصل وصل بي هذه اللحظات ايضا وصلت الشامخه وصلت الشامخه من هجن الغراهة تأتي بشعار سعادة الشيخ ايضا هناpertامد الله بن حمد الجاسب فيصل الهاني سالم بن عامر المدهوشي ولكن الابرقة ولكن الابرقة والقادم الهدى والقادم الهدى والمنطلق غرام غرام ولكن هنا الابرقة على صدارة الابرقة على المركز الاول هنا ايضا ياتي العملاق ياتي العملاق والمدهش المضمرين الخمس مئة متر الاخيرة جولة الاوامر النهاية جولة الاوامر النهاية الله 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 حر كوروح يلي يبال صدارة يلي بالفوز والانتصار ما زالت هجنة شحانية مسيطرة على ثلاثة اشواط متتالية بقيادة عملاق المضمرين سلطان بن محمد سالم الوحيب يا الله 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 الابرقة 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 هي على صدارة الابرقة هي على المركز الاول محاولات الشامخة ولكن تهانينا والناموس دون يا موقع الابرقة الابرقة هي منفازت في هذا المركز الثاني وصلت شامخة لسعاد الشيخ عبدالله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر المدهوجي المركز الثالث وصلت غرام من هيجنة شحانية سلطان بن محمد بن سالم الوحيب يا المركز الرابع المركز الرابع الحذر اللي اسمه شحامده بن محمد بن رايد المفتوم برفقة سعيد بن راشد بن اغدية للكتبي المركز الخامس وصلت الهدى من هجنة الشحانية برفقة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوكتابي اذا مشاهدين العزاء متابعين الكرام شوطنا الثالث يذهب مع الابريقة هذه لحظات الوصول لتقطع مسافة السباق في سبع دقائق وثمانية وثلاثون ثانية سبعة وخمسون ستون جزءا من الثانية وثانية لأيضا سلطان بن محمد بن سالم الوكبي سبع دقائق تسعة وثلاثين ثانية سبعة وثلاثين ثانية 17 جزءا من الثانية أيضا لسعد الشيخ عبدالله بن حمد بن قاسم بن فيصل ثانية لسالم بن عامل المدهوشي المركز الدالث ملازيم سبع دقائق واحد واربعين ثانية 90 جزءا من الثانية من هيقنا الشاحانية وفي قيادة العملاق سلطان بن محمد اشتركوا في القناة